في سؤال من تغريد أسامة بتقول أنا متجاوزة من سبع سنين عمري مشاكيت في جوزي بس اكتشفت إن زملته في الشغل اللي بتشغله وهو بيرد عليها وشايف إن الموضوع عادي بيتصوره مع بعض بيخرجه مع بعض آه وسط صحابهم لكن هي بتتعامل معاك طريقة مختلفة عن الكل أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما تعملش مشكلة ده رقم واحد رقم اتنين تقوله أو برضو في أوقات الصفة اللي هم نتكلم عليه مشتعرف تبقى في أوقات صفة معادي خلاص كده الموضوع عادي حدود ربنا إيه؟ مولانا يعني حدود ربنا إيه؟ خليها إن هي خالص مش زوجته يعني تقوله حدود ربنا إيه؟ إيه الإيه الإيه العلاقة بين أي راجل وأي ست اللي الشارع بيسمح به بس بكل موعظة بكل لطفة بكل لي ما تخشش معاه ما تخشش معاه دخلة الزوجة والغيرة والبتاع لا تخشش معاه إن ربنا بيقول كذا إن هي خايفة عليه وعلى إن هو يشي زم بس طب لو هو مش من النوع القريب يعني معلش لو هو مش من النوع القريب اللي لسه مش عامل حسابات الحلال والحرام بتعمل إيه؟ بالذب؟ هتعمل كده هتنصحه وهتوعظه وهتشوف هي مقصرة في إيه وتعملها هي مقصرة في إيه مقصرة؟ أه ممكن يكون دي واحدة بس بالراحة نبنحط كل الاحتمالات بس بالراحة غالصة طيب ممكن يكون هو بيعمل كده علشان هي بتتكلمش معاه ومسك التليفون ممكن متكلم؟ ممكن طب لو مش مقصرة خلاص بي هنعمل إيه؟ هتحاول معاه مرة واتنين بالراحة والنصيحة وتبينه والدنيا وده صح وده غلط بالموعظة الحسنة وما تعملش مشكلة وتصبر تصبر بس؟ طب قولي لي تعمل إيه؟ أنا بسأل وأنا برد وأنا بسأل وأنا بجيت قلت كده وصبري اتهجمنا على سوشيال إيدي يعني إيه استحمل وازبر ما أنا لازم نصبر أهما ما بنقولش تصبر وتسقط يعني بنقول تحاول تعمل علاج لأي مشكلة شافة أكيد أكيد هو بيعمل حاجة غلط في سبب ليه هو ما يعرفش إيه حدود التعامل بين أي رجل وبين أي مرأة في الشرع تحاول هي تبعات له صفحة مركز الفتوى في لينك على الواطس يخش يسمح تحاول تتكلم معايا في لحظة أنس وكلام كويس تفتح له تليفزيون دلوقتي والشيخ محمد مثلا وهكذا يعني تحاول تعمل تشوف هي لو هو هي مقصرة بعض حاجة تعملها تنصحه مرة واثنين وتلاتة تدعي ربنا عز وجل ركعتين بالليل ودعاء في السجود ينقل الجبال من مكان هو منتقل الجبار بس والجبار دي مفهومة غالط يعني الجبار مش أيوة بالضبط كده